اشتركوا في القناة ملفات كلها رئيس نجلة الحوار اللبناني الفلسطيني دكتور حسن النيني أهلا وسهلا فيك مع علي الوزير أهلا فيكم دكتور كما ذكرنا يعني هو ملف ساخن ومسؤولية كبرى استلمتموها على عاتقكم ما هي حفيات هذا الملف؟ يعني هذا السؤال هو إشكالية كبرى لكن إذا أردنا أن نفصل عنوين هذه الإشكالية حفيات الملف الفلسطيني في لبنان من وجهتين نظر اللبنانية والفلسطينية بطبيعة الحال يعني هذا ملف متراكم عبر السنوات منذ أحدث الأولى للنجوء الفلسطيني إلى لبنان واللجوء الفلسطيني إلى لبنان مع كل ما رفقوا من إشكالات يعني خلال الحرب الأهلية من علاقات في العلاقات اللبنانية الفلسطينية مع ترسبات يعني هذه الإشكاليات بالعلاقة ما بين الطرفين وما حملته من مخاوف أحيانا فعلية وأحيانا مصطنعة لكن في أن أقول هوايس موجودي عند أفريقاء اللبنانيين خاصة العنوان الأساسي فيها هو موضوع التوطين كما ذكرت هذا هاجس موجود عند فريق من اللبنانيين بدنا يعني نفهم ونتفهمه من جهة ونسعى إلى يعني إفقاده يعني مضمونه بتمسكنا جميعا يعني الفلسطينيين ولبنانيين بحق العودة ورفضنا للتوطين بأي شكل من الأشكال لكن حيثا يعني هذا الكلام ما عم يكون كافي لإقناع يعني بعض الأفريقاء اللبنانيين أنه هناك فعلا حقيقة رفض كامل للتوطين رغم كل هذه التأكدات هذا يعني الموقف وهذه التراكمات والذي تنمط من العلاقة مع المخيمات الفلسطينية وبالذي تنظرات متعددة كيفية معالجة مشكلات الفلسطينيين يعني خلنا نقول أنه يعني مشكلات المخيمة الفلسطيني هي نوعين يعني فيه نوع من المسؤوليات من المشاكل اللي إلا علاقة بمسؤوليات الأنروة لأن هي معنية بإدارة شؤون العيش للعيش الفلسطينيين وهذه مسؤولية كبيرة بالحقيقة وهذه مرتبطة بشكل أساسي بيعني قدرة الأنروة على توفير التمويل اللازم لمشاريعها وحسن إدارة هذه المشاريع يعني من جهة أخرى وفيه موضوع آخر وهو موضوع يعني ما نسمي يعني بحقوق اللاجئة الفلسطيني في البلد واللي هي هاي بتتعرض لتجاذبات متعددة نحنا اللي عم نحاول نعمله ونحنا دورنا أساسا هو محاولة يعني أو الشيء أن نكون صلة توصل ما بين المخيمات ما بين الفلسطينيين في لبنان وما بين الدولة اللبنانية دورنا أيضا أنه أنه ساهم بتقديم الأفكار والرؤى والاكتراحات اللي بتسهل أو بتنمي علاقات سليمي ما بين الجانبي بدنا نعتبر أنه الطرفين بحياتهم بشكل أو بآخر وبنسبة أو بأخرى يعني ارتكبوا يعني أخطاء في حق بعضهم البعض وهذا اللي يركم يعني سوء الفهم القائم حاليا نحنا الآن يعني عم نعطي أولوية كبيرة يعني من جهة لإعادة أعمار مخيم نهر البارد بعتقد هذا مسؤولي يعني لبناني دولي مشتركي مش مسؤولي لبناني واحدة مسؤولي لبناني دولي بهذا الموضوع عم نعطي أهمي لهذا الأمر لأن رغبتنا أنه من خلال مخيم نهر البارد أنه نقدم نموذج جديد يعني بأوضاع المخيمات وبيعني تحسين مستوى العيش الكريم اللاجئ الفلسطيني وبعلاقة اللاجئ الفلسطيني بالدولة وعلاقة الدولة باللاجئ الفلسطيني من خلال هذا المخيم باعتبار أنه هذا المخيم هو الوحيد اللي تحت سلطة الدولة بشكل كامل تحت سلطة الأمنية والإدارية وبشكل بشكل تام نحن يعني مسعانة أن نقول أنه أنا الأوان أن تستقيم هذه العلاقة أن تصحى هذه العلاقة مسؤولية الدولة أن يتوفر لهذا الضيف اللاجئ الفلسطيني الموجود في الأرض اللبنانية بصورة مؤقتة ليس ما تأتي ظروف عودته أن نوفر له كل شروط وكل حقوقه الإنسانية التي مفهود أن يتمتع فيها لبنان وأيضا واجب هذا الفلسطيني أن يخضع لكل باعتباره ضيف على هذه الأرض اللبنانية أن يخضع لكل متطلبات الدول اللبنانية لسلطة الدول اللبنانية لقوانين الدول اللبنانية وسيادتها على الأرض اللبنانية نحن من خلال سعينا لإنجاز أعمار هذا المخيم ونحن بمرحلة لاحقة نحضر لإيجادة سيغة لإدارة هذا المخيم وهي مسألتين مهمتين ومرتبطين مع بعضهم نسعى إلى أن نقدم هذا النموذج لبقية المخيمات وليكون مدخل لتصحيح هذه العلاقة بصورة نهائية ما بين الجانبين دكتور تبعنا مواقفكم ومواقف طبعا دولتر رئيسة تمام سلام باتجاه حس الدول المانحة على الإفاء بالتزامات تجاه مخيم نهر البارد هذا الجرح النازف أين أصبح هذا الملف نحن يعني بعد مشاكل أو صراع الإدار بمخيم نهر البارد بين الجيش اللبناني وفتح الإسلام واللي أدى نتيجة هذا الصراع واللي تسببت فيه يعني فتح الإسلام بتدمير هذا المخيم عمليا نقد مؤتمر في فينة للدول المانحة وخلال هذا المؤتمر تم التوافق ما بين الدول العربية ومجموعة العربية وما بين الدول الغربي على تقاسم عباء إعادة مخيم نهر البارد الدول الغربية تقدم نصف كلفة الإعمار والدول العربية تقدم نصف الآخر دول العربية أوفت بالتزاماتها الغربية أوفت بالتزاماتها تجاه هذا الأمر لذلك تم يعني الآن أو من هون لرأس السنة تقريبا نكون وصلنا لحوالي 40% من إعادة إعمار مخيم نهر البارد ورجع 40% من السكان إلى بيوتهم الجديد المبنية بشكل ملائم لعايش كريم بيبقى يعني الدول العربية أنتفي بالتزاماتها بالمرحلة الماضية حيث أن المملكة العربية السعودية كانت أوفت بالتزامها دفعت 35 مليار للمرحلة الأولى من إعادة إعمار مخيم نهر البارد لذلك نحن قام دولة الرئيس بتوجيه رسائل للدول العربية المعنية اللي سبك وتعحدت بيعني التبرع لإعمار مخيم نهر البارد وتم يعني بخير زياراته اللي عم يكون فيها للخليج مع كل دولة عم يتم يعني إثارة هذا الموضوع ونحن صلقنا وعود كريمة من سمو أمير الكويت ومن أيضا سمو أمير دولة كطر بمساهمة بتكاليف أعمار القسم الثاني من مخيم نهر البارد السعودية بدورها دفعت أيضا منحة إضافية للأعمار 15 مليون دولار ونفس الأمر مع دولة الإمارات لذلك يعني هناك متابعة فعالية رغم كل إنشغالات لبنان بمشاكله الداخلية رغم كل إنشغالات لبنان بموضوع النزوح السوري اللي هو أكبر بكتير من حيث العدد ومن حيث الإشكالات اللي عم يولدها هذا النزوح السوري لكن نحن نجحنا أن يبقى هذا الملف من أولويات ملفات الحكومة اللبنانية وهذا عم تكون هذه المتابعة الدقوبي من دولة الرئيس سمام اسلام لموضوع مخيم نهر البارد دكتور يعني بهذا الاتجاه اللجنة الاستشارية للإنروية اللي عقدت للعقدة أعمالها بعمان ثمنت هذا الدار اللي عم تقوم فيه أنه رغم كل الملفات الضغطة اللي موجودة بلبنان وتأثيرات الأزم السورية على لبنان عم نشعر أنه عجلة الملف الفلسطيني بلبنان خلينا نقول كانت بسنوات الماضية ولو كان فيه تحرك لكن تدور في حلقة مفرغة بلاش نشوف بسيس دو كأنه خاصة هلأ بما يتعلق بنهر البارد يعني إن شاء الله منشوف خبر سعيد بالمستقبل بهذا الموضوع يعني نحن عم نتابع هذا الموضوع وعم نتابع الاتصالات مع الدول العربية اللي ممكن أن تساهم بدفع الجزء الثاني من تكليف أعمار مخيم نهر البارد وهناك وعود وإن شاء الله بيصير خير وإن شاء الله بيتتابع هذا الملف وضروري فعليا يعني أن يتم استكمال أعمار نخيم مخيم نهر البارد نعم بالإضافة لنهر البارد في عدد كبير من الملفات الإنسانية اللي اتطلعتوا علي وعم تشتغلوا علي واتبعنا مواقف لألكم فيها عبر الأعلام منها حق العمل حق التملك أي من هذه الملفات يتصدر اهتماماتكم حاليا بحيث أن كل هذه الملفات موضوع اهتمام نحاول يعني نحلحل بعض الأمور فيها عم نحاول على الأقل يعني نطبق القوانين اللبنانية صدرة بهذا الموضوع يعني هناك قانون له علاقة بإنشاء صندوق لنهية الخدمة العامل الفلسطيني بالصندوق الوطني الضماني الصحي والاجتماعي عم نحاول نتابع هذا الموضوع هناك موضوع يعني الفلسطينيين الذين تملكوا قبل سنة 2001 قبل صدور يعني القانون بمنع التملك لتثبيت ملقيتهم بهذه الأماكن التي امتلكوها عم نشتر على إعطاءهم حق هو حق التوريس لمن امتلك سابقا عم نشتر على تنشيط ودفع المؤسسات اللبنانية المعنية بالشأن الفلسطيني لتنظيم أوضاعها وتطوير عملها بحيث يسهل عملها بالتعاطي بالمسائل الفلسطينية خاصة بطاقات تجديد بالحقيقة بطاقات هوية اللاجئ الفلسطيني أو ممكنني أو يعني إضار الجوازات سفر غير نسخة القديمة اللي بطلت مقبولي بالمطارات العالم أم نشتر على كل هذه الأصحيدي على أمل أن نحقق خرقا في هذا المجال نفس الوقت يعني احنا في طور يعني فتح حوار لبناني لبناني حول موضوع الملف الفلسطيني على أمل أن نتوصل مع كل أفريقاء اللبنانيين إلى بلورة يعني رؤية جديدة مستفيدة من التجارب السابقة كلها كما قلت يعني تحت العنوانين الأساسيين يعني ثقف الدولي ثقف كل الناس المقيمة في لبنان وتطبيق القانون على كل الناس المقيمة في لبنان على المخيمات سلطة الدولة أن تكون على كل المخيمات وأيضا موقف يعني السليم من قبل الدولة اللبنانية تجاه اللاجئ الفلسطيني هيستمتع بيعني حقوقه الإنسانية المتعارفة عليها دكتور منشعر أنه لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني بهذه المشاريع اللي عم تقوم فيها بحاجة لتنين بحاجة لقرار سياسي لبناني وبحاجة لتمويل لهذه المشاريع كأنكن بين مطرقة ضعف تمويل المشاريع التي تتحدثون عنها وهذه المشاريع الهامة وبين سندان عدم وجود قرار سياسي يعطي زخم لهذه المشاريع صحيح هذا الكلام يعني في مجموعة مشاريع نحن نعمل عليها لكن هذه المشاريع بدها يعني تأمين تمويل إلها أهم مشروع يعني زراء إحصاء اجتماعي اقتصادي لأوضاع الفلسطينيين لا نبني على شيء مقتضى لا نحدد سياساتنا من خلال معرفتنا بالواقع الحقيقي مش يعني أرقام أن تكون هناك عم نشتر على أرقام صحيحة أو غير صحيحة أو وهمية لا نريد أن نتعرف على الواقع فعليا لللاقي الفلسطيني كي نحدد سياسات سليمي تجاهه في عدد من المشاريع كلها بحاجة إلى تمويل أما القرار السياسي فكما قلت يعني لغاية الآن يعني رئيس الحكومي متبني سياسات للحوار ويعني تحظى بدعم كامل من رئيس الحكومي وعلى أساس عم تكون بعملة بما يتعلق بتمويل المشاريع هناك عرف دولي هكي أنه لما يكون في أزمة معينة الأزمة التي تأتي بعدها تلغي الاهتمام بهذه الأزمة أو تشيح النظر عنها يعني شفنا البارد كان بفترة أولى سنواتها بعد أحداث البارد كان في دعم دولي اهتمام دولي فيه صارت الأزمة بسوريا سحبت الأنظار من البارد صار يمكن فيه أنهر بارد جديد بسوريا والاهتمام عم يكون صوب هونيكي أو باللاجئين حتى لاجئين السوريين عفوا النازحين السوريين بلبنان أداهد أشياء عم بأثر عليكم بشكل مباشر لا أكيد عم أثر كتير بالحقيقة نتوجه الغرب الآن دولي كله إلى إعطاء الاهتمام الأول للنازح السوري نتيجة حزم هذه المأساة وكبرها وآنيتها واستمرارها والعنف اللي عم رافقها في كل مكان فمن ذلك يعني كل اهتمام الدولي عم يصب على نازح السوري نحن نحاول نقوله أنه في مشكلة دائمة على الأقال بالمدى المنظور يعني وهي مشكلة اللاجئ الفلسطيني بنهاية المطاف النازح السوري سيعود هناك بلد سيعود إليه عندما تنتهي الأذم بغض النظر كيف تنتهي هذه الأذم وبأي أوضاع تنتهي إنما بكل حال سيعود هذا اللاجئ السوري إلى بلد ومع الأسف يعني المجتمع الدولي عجز عن إجازة لغاية الآن فرض تسوي عادل للمنضوع الفلسطيني فرض قيام دولي فلسطيني تستطيع هي أن تستوعب كل هؤلاء اللاجئين الفلسطينيين فشل في فرض حق العودي لللاجئ الفلسطيني فنحن في لبنان يعني عندنا أزمة مش مبين متى يعني ستنتهي أجمة اللجوء الفلسطيني لذلك أنا بالمؤتمر الأخير للأتكم للجنة الاستشارية للأنروة كنت عم بقول أنه يعني الأنروة صحيح يعني عندها مسؤولية كبيرة وهي بحاجة إلى تمويل دائم بس علينا أن نبحث عن طريق اللي ما يخلينا نحتاجين لتمويل الأنروة بمعنى آخر علينا أن ندفع باتجاه أن تلعب الدول الغربي دور قوي لفرض على إسرائيل يعني إلغاء كل هذه السياسات اللي عم تمارسها بفلسطين وبالقدس وفي كل مكان تهجير وبالسوطانات واعتقالات وقتل ومما يؤدي إلى ردود فعل يعني تؤدي إلى اضطراب بالمنطقة علينا أن نضغط على إسرائيل على لفرض قيام دولة فلسطينية هذا اللي بيخفف أعباء عن الأنروة بحيث أن تكون هذه الدولة الفلسطينية القادمة هي المسؤولة عن شعبها في كل مكان نعم على المستوى الداخلي للمخيمات ومن الجانب السياسي إلى أي مدى يريحكم نأي المخيمات الفلسطينية والفصائل الفلسطينية بنفسها عن أتون الصراعات أو التجذبات اللبنانية لا أكيد يعني هذا نحن اللي بريحنا هو فعليا سحب السلاح الفلسطيني سحب أي سلاح في لبنان خارج سلاح الشرعي اللبناني من ضمنه السلاح الفلسطيني إذا كان خارج المخيمات أو داخل المخيمات إلى أن نصل إلى هذا المرحلة فالحد الأدنى هو أن ينقى المخيمات عن تدخل بأي شأن لبناني وهذا لسلامة المخيمات ولسلامة أهد المخيمات ومنهم بحاجة الفلسطينيين إلى التورط بمزيد من الزعاعات المحلية اللي بالأخير كل التجارب أثبتت أنهم سيكونوا هن الخاصرين الأكبر من أي تدخل بأي شأن محلي بالدول المضيفة لهم نعم بس دكتور ما بتشعروا أن الفلسطيني هو ضحية بهذا المجال لأنه يمكن الحوار لنزع السلاح الفلسطيني بلبنان يحتاج إلى حوار لبناني لبناني يعني سيادة الرئيس محمود عباس في زيارته مقبل الأخيرة إلى لبنان عبر صراحة أن هذا القرار من ناحية السلاح المتعلق بفصائل منظمة التحرير هو في تصرف الدولة اللبنانية وسيادة الدولة اللبنانية لكن هناك سلاح آخر لا يخضع للسلطة الفلسطينية وقراره ليس فلسطينيا صحيح هذا الكلام ونحن مقدرين كثير مواقف السلطة الفلسطينية مواقف الرئيس عباس معرف مواقف وتصريحاته بهذا الموضوع وبكل ما له علاقة بموضوع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وأهمية يعني سيادة الدولة على كل أراضيها في لبنان ونحن علاقتنا المباشرة هي مع يعني مع السلطة الرسمية الفلسطينية هون من خلال السفارة الفلسطينية تنصي عم يكون دائم ومقدرين يعني كل هذه المواقف لكن عمول أنا أنه في يعني خطوات يعني مفتوضة أنا نصلها أضعف الإمام بهذا المرحل لأن تنقى المخيمات إذا كان هناك إشكالات إذا كانت بسبب يعني الجامل اللبناني أو الجامل الفلسطيني لم تؤدي لغاية الآن إلى سحب السلاح الفلسطيني من خارج المخيمات أو من داخلها فعلى الأقل أن تنقى هالفلسطينيين بشكل كامل عن الدخول بأي صراع أو أي خلاف أو أي شأن محلي داخلي في لبنان نشعر أيضا خلال عملكم أنكم حتى تتابعون العمل داخل المخيمات وقد نوهتم باللجنة الأمنية التي شكلت بعين الحلوة والقوة الأمنية المشتركة بعين الحلوة أكيد نحن كان دولة لبنانية يعني طرف غير مباشر أو على أقل طرف داعم أو مؤيد لهذا الخطوة نحن نريد فعليا أن تكون هناك قوة أمنية قادرة على ضبط هذه المخيمات لذلك كانت فكرة القوة المشتركة التي تشكلت بعين الحلوة وهناك الآن يعني كما علمت مساعي لنقلة التجربة الناجحة لغاية الآن إلى بقي المخيمات وهناك تنصيق كامل مع السلطة الفلسطينية ومع الفصائل لمنع أي اضطراب أمني داخل هذه المخيمات هل لديكم هواجس من اضطراب أمني أو لديكم معلومات من محاولات لطوريط هذه المخيمات عين الحلم مثلاً بالضرف الراهن يعني بالضرف الراهن مع يعني هيك اجتداد ظاهرة التطرف اللي عم تشهدها المنطقة متخوف من وجود يعني بؤر أو خلايا نائمي هنا أو هناك اللي هي موجودة كما تنبينت الأحداث في كل مكان صحيح إنما بحجم ضئير وصغير وعي القيادة الفلسطينية داخل المخيمات وعي الفلسطينيين إنه لا مصلحة لهم بأي تفجير أمني بالأخير سيدفع التمن بشكل أساسي من الفلسطيني أنفسهم داخل المخيمات نزيد أي تفجير أمني داخل المخيمات ما في مخاوف مبدئياً من انفجارات كبرى بداخل المخيمات نعمل يعني بدفع الكوى الأمنية الفلسطينية لكوى المشتركة حتى للحلول دون أي اضطرابات صغيرة وهذا حال فترة الماضية كما قلت يعني هذه الفترة القصيرة لتجربة القوى الأمنية المشتركة التي تشكلت لغاية لأن كما قلت ناجحة ما أتمنى أن نتطور عملها سؤال أخير دكتور ما هي رسالتكم للفلسطينيين في لبنان وهل تعيدونهم بحدا بخبر سعيد ربما لا نحن رسالتنا للأخوين الفلسطينيين أنه طرفين لبنان الفلسطيني بدي عمل جهد ليتجاوز كل تركمات المراحل السابقة نحن باتجاه يعني الدول اللبناني أن يعني تبني أو تنشئ أسس علاقة سليمي كما قلت هذه الأسس قائمة أو تحت سقف سيادة الدول الكامل على كل أراضيها سيادة القانون اللبناني على كل أراضيها بالمقابل سنعمل جاهدين لدفع أمور يعني ما يسمى بحقوق الفلسطينيين خطوات إلى الأمام وتراكم الخطوات إن شاء الله بيؤدي إلى إراحة الوضع الفلسطيني رسالتنا للفلسطينيين من التجربة التاريخية أنه الدخول بالإشكالات أو المشاكل المحلية لن يؤدي إلا إلى خسارة الفلسطينية أنفسهم ما حدا بده أو حريص على الفلسطينيين بتمحق أنه أن يورطهم أو أن يورطوا أنفسهم بأي صراعات داخلية معالي الوزير حسن بناني رئيس جنة الحوار اللبناني الفلسطيني أهلا وسهلا فيك شكرا لحضورك معنا شكرا لكم شكرا لكم مشاهدين حلقتنا هيدا الأسبوع خلصت من بيروت مالآن معكم الأسبوع الجاي إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر